اكد سموه شيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن نجاح تنظيم سباق جائزة روليكس الصخير الكبرى للفورميلة ون عزز من قدرة وتفوق مملكة البحرين في تنظيمها لسباقات الفورميلة ون معتبرا سموه أن هذا النجاح ثمرة الرعاية والدعم الكبيرين الذي يحظى به قطاع الرياضة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي انعكس إيجابا على تهيئة الظروف والمناخ الملائم لتكون البحرين محطة مثالية لاستقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى ومنها سباق الفورميلة ون العالمي وقال سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن تنظيم مملكة البحرين لسباق جائزة روليكس الصخير الكبرى سهم في تحقيق المزيد من النجاحات بعد النجاح الذي حققته البحرين في تنظيمها سباق بابكو البحرين للتحمل ثماني ساعات الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل في الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر ومن ثم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة ون الذي أقيم في الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من نوفمبر والذي رسخ في الأذهان أنها موطن رياضة السيارات ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط فحسب وإنما على المستوى القاري والدولي والذي أكد قدرتها وتفوقها على تنظيم هذه السباقات وأشهد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني للسيارات برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة بالتعاود مع حلبة البحرين الدولية في تسخير كافة الإمكانيات لتنظيم هذا السباق والسباقين الماضيين ونوها سموه بجهود الكوادر الوطنية التي ساهمت في إبراز وإنجاح السباقات العالمية الثلاثة وإظهارها في أبهى حلة على أرض مملكة البحرين شكرا شكرا